استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من قطع غزة وقالت مصادر إن طائران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في الزاود وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 11 شخصا أغلبيتهم نساء وأطفال كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا بمخيم جباليا شمال قطع غزة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة إضافة إلى عدد من المصلين وتزامن ذلك مع إعلان مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال غزة عن وصول عشرات الشهداء والجرحة جراء القصف المتواصل على مخيمي البريج والنصيرات ومنطقة زاودة